بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن الدماء التي تصيب المرأة من هذه الدماء دم النفاس ودم النفاس ودم يخرج من المرأة بعد الولادة أو معها أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق وقال بعض العلماء هو الدم مع الولادة أو بعدها لا قبلها أكثر مدة النفاس أربعون يوما لحديث أم سلمة قالت كانت النفسة تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة أربعين يوما مسألة كل دم يخرج عند الوضع هل يكون دم نفاس الجواب لهذا الأمر حالات الحالة الأولى أن تخرج أو أن تسقط المرأة ما في بطنها نطفة فهل الدم الذي يخرج مع هذه النطفة هو دم نفاس أم لا قالوا هو دم فساد وليس بدم نفاس بالاتفاق والحالة الثانية أن تضع ما تم له أربعة أشهر فهذا دم الدم الذي يخرج مع هذا دم نفاس قولا واحدا لأن الجنين قد نفخت فيه الروح وتيقن أنه بشر هذان هاتان المسألتان متفق عليهما والمسائل بينهما فيها خلاف الحالة الثالثة أن تسقط المرأة ما في بطنها علقة اختلف في ذلك والمشهور من المذهب أنه ليس بحيظ ولا ولا نفاس وقيل أنه نفاس وهذا قول بعضها العلم لأن النطفة انقلبت إلى أصل الإنسان فصار هذا السقط إنسان الحالة الرابعة أن تسقط ما في بطنها مضغة غير مخلقة المشهور من المذهب أن الدم الذي يخرج مع هذه المضغة ليس بدم نفاس وقيل أيضا أنه دم نفاس لأن الدم صار مضغة لحم فعلمنا أنه إنسان فالدم الخارج معه يكون دم نفاس الحالة الخامسة أن تسقط ما في بطنها مضغة مخلقة بحيث تتبين أطرافه رأسه ويداه ورجله أكثر أكثر أهل العلم قالوا أن الدم الذي يخرج مع هذا السقط هو دم نفاس وهذا هو أيضا المشهور من المذهب ودلل ودللوا ودللوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قسم المضغة إلى مخلقة وغير مخلقة والغالب أنه إذا تم للحمل تسعون يوما تبين فيه خلق الإنسان فيكون الدم معه دم نفاس مسألة إذا لم ترى الدم النفاس إذا لم ترى الدم وهذا عدم رؤيتها للدم مع النفاس هذا نادر جدا قالوا لو وجد هذا النادر فإنها تجلس مدة فإنها لا تجلس مدة النفاس يعني بمعنى أنها إذا ولدت عند طرع الشمس ودخل وقت الظهر ولم ترى دما فإنها لا يجب فإنه لا يجب عليها أن تغتسل بل الواجب عليها أن تتوضى وتصلي مسألة إذا رأت الدم إذا رأت نفسها الدم يوما أو يومين أو عشرة أو عشرين إلى الأربعين فهذا الدم في هذه المدة هو دم نفاس وأما ما زاد على ذلك فالمذهب أنه ليس بدم نفاس لأن أكثر مدة النفاس أربعين يوما مسألة إذا طهرت النفساء قبل انتهاء مدة أكثر النفاس إذا طهرت النفاس قبل مدة أكثر النفاس بأن انقطع الدم بعد عشر أيام أو عشرين يوم فإنه يجب عليها أن تقتسل وتصلي الفرائض وجوبا والنوافل استحبابا وهل يطأها زوجها قالوا يطأها زوجها لكن مع الكراها واستدلوا على أن ذلك مكروه بما روي عن عثمان بن العاص لما طهروا زوجته قبل الأربعين قال لا تقربيني وأيضا يعلل بأن ذلك خوفا من رجوع الدم فيكره وطوها والراجح إنه لا يكره وطوها ويجوز له وطوها إذا طهرت بعد النفاس ولو بعد يوم أو يومين أو ثلاثة لأنها طاهر وأما قول عثمان فهو ضعيف وعلى صحته على القول بصحته فإن ذلك تنزه من عثمان وليس يعني مكروها مسألة إذا عاد الدم إلى النفس بعد انقطاعه يعني انقطع بعد عشر أيام ثم رجع على المرأة بعد ذلك هذا الدم الذي عاودها مشكوكم فيه فلا ندري هل هو دم نفاس أم هو دم فساد وعلى رأي المذهب وعلى قول المذهب أنها تصوم وتصلي ويعتبر ويعتبر كأنه دم فساد وليس بدم نفاس والراجح والله أعلم أنه إذا كان الدم الذي عاد لها هو دم نفاس بلونه ورائحته فإنه ليس مشكوكم فيه بل هو دم نفاس فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم إن عادها أو عاودها هذا الدم وهي في وقت صوم وإن علمت المرأة بالقرائل أنه ليس بدم نفاس فهي في حكم الطاهرات تصلي وتصوم ولا قضاء عليها مسألة النفاس أو دم النفاس هل هو كدم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط نعم هو كدم الحيض فيما يحل ويجب وفيما يحرم وفيما يسقط إلا أن هناك أمور يختلف فيها دم النفاس عن دم الحيض فالحيض دم الحيض يحسب من العدة يعني يستثم ذلك العدة والبلوغ فالعدة الحيض يحسب من العدة والنفاس لا يحسب من العدة مثال إذا طلق امرأته فإنها تعتد بثلاث حيض وكل حيض تحسب من العدة والنفاس لا يحسب لأنه إذا طلقها قبل الوضع انتهت العدة بالوضع وإن طلقها بعده انتظرت ثلاث حيض فالنفاس لا دخل له في العدة إطلاقا وكذلك يختلف الحيض عن النفاس أو دم الحيض عن دم النفاس في البلوغ في يعني أنه البلوغ الحيض علامة من علامات البلوغ أما الحمل فليس من علامات البلوغ لأنها إذا حملت فقد علمنا أنها قد بلغت قبل ذلك الحمل كذلك قالوا أيضا مدة الإله لا يسقط منها وقت الحيض وهو أن يحلف طبعا الإله أن يحلف على ترك وضع زوجته مدة معينة فإذا زادت على أربعة أشهر فإن القاضي يخيره بين أن يرجع في حلفه أو أن يطلق فمدة الإله لا يسقط منها وقت الحيض ويسقط منها وقت النفاس الفوارق بين دم النفاس ودم الحيض هناك عدة فوارق الفارق الأول أن الحيض يحسب من العدة كما ذكرنا والنفاس لا يحسب من العدة الأمر الثاني البلوغ يعني أنه يفارق الحيض في البلوغ أي أن الحيض من علامات البلوغ وليس دم النفاس من علامات البلوغ مدة الإله لا يسقط منها وقت الحيض ويسقط منها وقت النفاس فلا تحسن مدته ومن الفرق كذلك بين دم الحيض ودم النفاس أنه يكره وط النفس إذا طهرت قبل أربعين على المشهور وإن كنا رجحنا أنه لا يكره ولا يكره الحيض إذا طهرت قبل زمن انتهاء أو انقضاء زمن العدة أو العادة يعني إذا طهرت الحيض قبل انتهاء زمن عادتها فإنه لا يكره أن يطأها زوجها بخلاف النفاس كما ذكرنا من الفوارق أيضا أنه لا حد لأقل النفاس دم النفاس لحد لأقله بخلاف الحيض فإن أقل يوم وليلة كذلك من الفوارق العدة فدم الحيض معتبر في العدة بخلاف دم النفاس فإنه غير معتبر أيضا أن الحائض يحرم طلاقها وطلاقها إذا وقع هو الراجح نوقع فهو طلاق بدعي أما النفاس فإنه لا يحرم طلاقها والصحيح أن طلاقها طلاق سني هذا والله أعلم وأحكم ترجمة نانسي قنقر